قانون الشراء العام أهديفه وطرق الحديثة يعتبر قانون الشراء العام الصادر عام 2021 من أبرز الأوانين الإصلاحية الهادفة لمكافحة الفساد واللي أعده معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي رح يستعرض برنامج الجندي على مدى سبع حلقات أهم تفاصيلها القانون ومدى تأثيره على الانفاق العام بلبنان بحلقتنا السابعة والأخيرة لليوم بتشرح جوزيان شبلة من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي عن هيئة الاعتراضات اللي أنشأها القانون هيئة الاعتراضات هي الهيئة الجديدة الثانية اللي أنشأ القانون 244 على 2021 مع هيئة الشراء العام تتألف من رئيس وثلاث أعضاء بيتعينوا بمجلس الوزراء وفقاً لآلية تنافسية منصوصة عليها بالمادة 91 وتتحدد ولايتهم بأربع سنين قابلة للتجديد مرة واحدة بس وبيعاون الهيئة جهاز إدارة هيئة الاعتراضات هي هيئة شبه قضائية مستقلة ومسؤولة عن البت بالشكاوة والاعتراضات يلي بتنشأ بمرحلة ما قبل توقيع العقد بيوفر عمل هالهيئة مسارات عادلة وشفافة وسريعة لتقديم الاعتراض بمرحلة ما قبل التعاقد يلي بيهدف لكسب ثقة العارضين المحتملين والموردين بمنظومة الشراء العام وبيزيد من المنافسة الفعلية وبينعكس إيجاباً على تحقيق القيمة الفضلة من إنفاق المال العام إجراءات الهيئة أبسط وأسرع من المحاكم العادية وبتضمن الصرعة الضرورية للمراجعة بمجال الشراء العام من فوائد هيئة الاعتراضات أنه أعضاء بيكتسبوا خبرة متخصصة بسرعة كبيرة لأنهم بيتعاملوا حصرياً مع حالية الشراء العام ومن فوائدها كمان أنه ممكن تقديم شكوى أمام هيئة الاعتراضات بكلفة أقل من إجراءات المراجعة بالمحكمة العادية لأنه إجراءاتها أسرع وما في حاجة للتمثيل القضائي عن طريق محامي القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراضات ملزمة وتستقنف أمام مجلس شراء الدولي مزيد من التفاصيل حول أنون الشراء العام على موقع معهد باسلف ليحان المالي والاقتصادي institutafinans.gov.lb أو ممكن زيارة المكتب المالي التابع على المعهد بمنطقة كورنيش النهر ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي التابعة إلو